لماذا اختار الله 144 ألف من كل صبت للإيمان به في الضيقة العظيمة قبل نهاية العالم وليس كل اليهود أو أكثر من هذا العدد أليس هذا دليل على أن الله يختار الأبرار قبل وجودهم في فرق بين يختار وفي فرق بين يعرف وفي فرق بين يريد الله يختار وورانا الاختيار في سفر التكوين اللي أنا بشرحه سفر التكوين اسمه سفر الاختيار وبيعلمنا إزاي ربنا بيختار الاختيار مش ربنا يقولك انت آه وانت لأ وانت آه وانت لأ يبقى هو ده اختيار الله لا الله حط شرط للاختيار عارب بالظبط زي ايه زي الشركة ما تكون عايزة خمس مهندسين اللي قدموا خمس ثلاث اللي تنطبق عليهم مش فيهو هم دول اللي يختارهم طيب ايه شرطك يا رب في الاختيار قال ليه شرط واحد قال ايه قال لك عايز الصغير مش عايز الكبير وده سفر التكوين كله بيتكلم على كده اضرب لك قايين الكبير اختار هبيل الصغير اسماعيل الكبير اختار اسحاق الصغير عيسو الكبير اختار يعقوب الصغير راقوبين الكبير اختار يوسف الصغير منسة الكبير اختار فرايم الصغير هو لا يقصد لا اسماعيل ولا يقصد اسحاق ولا يقصد قايين ولا يقصد اي حد من دول كله اما ليقصد مين يقصد انه هناك اتنين ادم فقط ادم الكبير وادم الصغير الانسان الاول ادم تراب من الارض والانسان التاني الرب من السنة وهنا انت اللي بتحدد يختارك ولا لا لو عشت الكبير يعني قلت انا ايجو سنترز يبقى حطيت الفيشة بتحتك في ادم انت غير مقبول ولو قلت لا انا بل المسيح يبقى انت المختار ومقبول فاختيار الله للي لغوا ذاتهم وقالوا احيا لا انا بل المسيح يحيطين يبقى اذا هنا ربنا بيختار لكن مين اللي بيحدد الاختيار انت يعيش انا يثبت ذاتي ووجوده ومجد نفسي اللي بيثبت ذاته بيمجد نفسه واللي بيلغي ذاته بيمجد المسيح ويبقى العمل لتمجيد المسيح لما تيجي تقولي 144000 ده رقم رمزي كلمه اثنى 10000 من كل صد ده بالنسبه الاسرائيل وهنا لما بيحدد بيحدد عشان يورينا مين اللي هيتقابل في اسرائيل لدرجه ان شال افرايم وشال دان وحط بدلهم اثنين عشان يبقوا اثناشر حط مين بيان لاوي ما كانش محطوط مع الاثناشر كأنه حط لاوي بانان افرايم وبلل دان حط يوسف اتحط يوسف اتحط منسه اش معنى شلت دان وشلت افرايم قال ان دان هيجي منه ضد المسيح دان يا دين شعبه دان حي على الطريق وكل تفسيرات الاباء اليهود يقولوا ان الانت كريس تهييج من دان وكل اباء الكنيسة قالوا كده طب وافرايم شلتوا ليه قال هو اللي اسم الدولة هيشيل كل اللي يقسموا المؤمنين لان الكنيسة جسد ابني من قسمها فقد اخطأ ومن فرح بتقسيمها فقد اخطأ فده رقم رمزي تيجي تقول لي طب هما دول بس اللي هيختارهم لا كمل بقى المية ربعة واربعين قال يقولك ونظرت ورأيت معاهم جمع كثير من كل الامم والقبائل والشعوب واللسان محدش يقدر يعدوا ودول اللي غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروط ودول اللي جايين من الضيقة العظيمة يبقى هنا ده اجابة هذا السؤال برضه في سؤال تاني بيقول هل الشاهدين اللي سوف يصهروا في اخر الزمان هم اليا واخنوخ فعلا ولو قبلت حد منهم في الشارع يعني مثلا قبلت اخنوخ في الشارع ممكن اسلم عليه يا صاحب السؤال الموضوع ده لي تبسيرات كتيره كنستنا الارتودوكسية قالت اللي هيجو اخنوخ وإلية وبنت معتقتها وإيمانها على ان اللي اتنين ما ماتوش يعني اخنوخ اختطف وإلية اختطف وفيه آية بيقول قد وضع للناس ان يموتوا مرة وبعد ذلك الدينونة فاذا إلا هيجو ويموت ويتقتلوا يبقى اخنوخ وإلية وبنت ايمانها ان لو كان واحد مات ويجي تاني يبقى معناها هيموت مرتين لكن ربنا قال عن الموت وضع للناس ان يموتوا مرتين ده اعلان الايمان الارتودوكسي نرجع للكتاب المقدس الكتاب المقدس بيقول ان الشاهدين اللي هيين في ايام نبوتهما يعني لما كانوا على الارض اغلقوا السماء فلم تنطر مين اللي اغلق السماء إلية وحولوا المية الدم مين اللي حول المية الدم موسى يبقى الكتاب المقدس بيشاور على موسى وعلى إلية تيجي تقول لي طب موسى لما هيجي هييموت مرتين طب يعني ما العذر مات وربنا قومه مات مرة تانية وابن ارمال اتنيين وابنة يايروس واللي اقاموا إلية واللي اقاموا أليشع والعظام اللي اقامت جسد الميت اللي هيتفنوه من عظام أليشع وبعدين في ناس مش هتموت خالص فيما جاء المسيح لنرقد كلنا بل كلنا نتغير يبقى هنا في اختلاف اقول لك انا رأيي الشخصي انه ممكن لا يكون لا إلية ولا موسى ولا اخ نوخ ولا ده لكن في مجموعات هيقوموا مجموعات بيشاور عليها للنموس موسى والأنبياء إلية ودول اللي هيبشروا ودول اللي هيقتلهم النبي الكذاك لكن هي مش موضوع عقيدي لو قلت ده او ده او ده لكن انت عايز تسلم سلم على المسيح في الصلاة واغضع واسجد واركعلوه موسيقى